الأسبوع الفارد بتبيع وقت اللي نحكي وعلى العودة المدرسية شد انتبهي في جريدنا انها تحكي على المساعدات اللي وصلت للصغيرات في المناطق النهية في المناطق المحرومة للعائلات ضعيفة الدخل مقال بعنوان فورنيتور سكولر غيابي أو زيكولي إذن جريدة لابخيس تتحدث على اللوازم المدرسية والملابس لأطفال المدارس المحرومين العديد من الأطفال في سيدي بوبكر بالتحديد في ولاية غفصة تمتعوب مساعدات اجتماعية من الاتحادة تونسي للتضامن الاجتماعي في إيطار برنامجه السنوي للمساعدات اللي تتقدم للعائلات المحرومة وضعيفة الدخل المبادرة هذه تواجهة 180 تلميذ انتفعوا بها فيها كرات بحويج ومواد مدرسية أيضا جريدة الشروق تتحدث على نفس الموضوع بمناسبة العادة المدرسية 3700 مساعدة مدرسية لتلميذ العائلات المعوزة نتحدث على باجا باجا اللي كيف ما قلت لكم 3700 تلميذ بشي تحصلوا على المساعدات هذه من قبل اللجنة الجهوية لتضامن الاجتماعي الحقيقة منظر هو في كل عودة مدرسية توصلنا صور موجعة من المناطق النائية خاصة من المناطق قريفية الصغيرات يمشيوا بحويج مقطعة بسبابة مقطعة شفناهم صور تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بصفة سنوية حسب من نرى نفس الاشكال مع كل عودة مدرسية للأسف فما صغيرات يمشيوا مغير مواد مدرسية فنفرحوا برشا كين القاوة المساعدات الاجتماعية هذه اللي تنجم تكون من المنظمات ومش هذا كهو تنجم زيدة تصير من قبل حتى أي مواطن ينجم يعاون بليقدر عليه حلول جيدة والله أخلاقيا تنجم ستان كالمان للضمير أن نقول كالمان للضمير مسكن بالنسبة للضمير لكن مش هذا المطلوب رأى المطلوب نيوم المحتاجين باش نعملوا صندوق وطني لدعم المدرسة ولا إسناد المدرسة وإلا مساعدة يعني يلزمنا زيد راهو الاجراءات هذه قبل كان التوظيف السياسي وتلفزة تخدم ونعطيه كراسة ونعطيه يلزم حلول جذرية وراهو كنقول ان فان ناسيونال صندوق وطني نقول راهو بموزاهمة الخواص ويتم اقتطاعه من الجباية والنجم زاد مسألة أخرى نلقى ديفون إترانجي فما الدعم راهو أوروبا وراهو فما تعامل دولي ما فماش عيب راهو الناس وذيك النظرية متاع نتساول لا مش نتساول تحدث على هذا وزير التربية سمعته مؤخرا في تصريح إذاعي لي وقال زيدا انه فما منح باش تتعطال العائلات المعوزة منح شهرية تقريبا قيمتها توصل 100 دينار قال انه التفاصيل متاع المشروع هذي باش يتم الأعلن عليها قريبا ولكن تقعد عنا ديما مشكل منظر في الإحصائيات الأسماء الأرقام فما الناس ربما خافوا انه المساعدات هذي تمشي لغير المستحقين يعني علاش نعطي مساعدات نقدا معتاها عينية يعني علاش أنا نعطي 100 دينار ما نعرف شوين في يد شكون الطيح وشنوها الاستخدام لكن أنا نقول رجعنا نحن كيف كنا صغار في المدارس متاعنا في الستينات يعني آخر الستينات كانت فما يعانات تتقدم للتلاميذ في مستوى اللباس في مستوى حتى الغذاء يعني الجوتاي واللومجة متع العاشرة متع السباح ستاي أنا في الليكول بريمير ناج مرسيليا ونقريت منتها ستاي ساعة وفي مختلف المدارس يعني أنا نعتقد أنه ضروري أنه نتناول مسألة النهوذ بالمدرسة أو إنقاذ المدرسة وهذه العبارة الأصح يلزم نتناولها كمسألة وطنية راه مش مشكل وأنه الدولة تكون ترفقة وعد حشالة عودة مدرسية موافقة للناس الكل ونعرف التونسي للتونسي رحمة ماذا بينا كيف ما قلت ونستنوش المنظمات ونستنوش الحكومة أي حد نجم يعاون جار وقريب ما فيها بس نمر لجريدة الشروق نواصل معكم في جرائد اليوم موضوعنا الرئيسي في حلقتنا لليوم بعد شوية معظيفة هو فقدين المواد الأساسية هذا ما كانت طرحته زاد جريدة الشروق تحت عنوان لعبة احتكارية أم عجز في المالية العمومية حدفت الجريدة الشروق على دراسة تونسية أعادها المنتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حاول اتساع نسبة الفقر في تونس وتأكل الطبقة المتوسطة في البلاد بعد تداعية تفشي وباكورونا أيضا الحرب الروسية الأوكرانية لأدت الارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وأيضا زادت قول أنه خبراء الاقتصاد يراونه فقدين المواد الغذائية من السوق ينبئ بانفجار اجتماعي منتظر ومجاعة ليست مستبعدة أمام تعاطي الحكومة مع الأزمة بمنطق المؤامرة وإرجاع أسبابها للاحتكار كيفش ترى منظر في النقطة هذه بالتحديد تعامل الحكومة مع الأزمة هذه هل فعلا كيف مايراوا بعض الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق المؤامرة؟ هو لمن العام الاتحاد اللي عم تنسل الشغل نوردين تابوبي قال ضروري أن الحكومة تكشف عن حقيقة الأوضاع الشعب أنها تسارح الشعب أكيد شوف عنا زوز مشاكل مع الحكومة أولا إلى حد الآن ما قمتش بعرض البرنامج الاقتصادي يعني مسألة المفاوذات مع صندوق النقد الدولي هي تعهدات حول جملة من الأصلحات هذا مش برنامج اقتصادي فورابلي برنامج الاقتصادي هو تغيير منوال التنمية يعني مراجعة لإستراتيجيات وتوزيع القطاعات ومناهج الإنتاج وشروط الاستثمار والقطاعات التي من المفروض أنها تقول الاقتصاد إلى حد الآن لدينا مشكلة ثانية مع الحكومة ومشكلة اتصالية مشكلة اتصالية أنه ما فماش إشكال أنه نقول نحن في أزمة هذه عناصر الأزمة وهذا يتصورنا للتجاوز يعني إلى حد الآن الحقيقة يعني أنه الحكومة وسيدة رئيس الحكومة ما قدمتش تصور إلى حد الآن لأفق التجاوز وحتى إلى حد الآن نعم وشائعات موجودة ومناس تعطي فراضيات أنه لا يوجد فلوس ولا يوجد ديفيس البانك سنترالي يخرج أنه لا عنها يعني فم معطيات متذاربة المواطن محتاج لصوت مسؤول يقدم لأفق التجاوز لأفق التجاوز ومعطيات 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 واضح منظر هي جريدة شروك سألت على الأسباب الحقيقية لتقف وراء فقدين بعض المواد الغذائية الأساسية هذه السؤال نترحوه بعد شوية على ضيفنا لوت في رياح رئيس المنظمة تونسية لإرشاد المستهلك موصلين معكم في برايم تايم نمشي لفقرتنا الموالية التلفزة البارح